أحد الضحايا هو جوسيب بيلا جاراسا من باليرو زوجته كانت معه في سوق عيد الميلات في برلين عندما صدمته الشاحنة التي تزن 25 طن هنا مدخل السوق ودخلت الشاحنة من هنا واصطدمت بي مباشرة بينما قالت الزوجة كنا نقف هنا قرب هذا الكشك لا زال المواطن الإيطالي يتذكر تفاصيل الحادث بدقة صور الحادث لا تكاد تفارقوني حتى الآن سقطت على الأرض بعدما صدمتني شاحنة لقد كانت الدماء تغطي جبهتي وعيني نظرت حولي وأنا في هذه الحالة وبحثت عن زوجتي ورأيتها أمامي أتذكر بأنني بدأت فورا بالبحث عن زوجي ولمحته في أحد الزوايا لكنه اختفى من أمامي فجأة وبحثت عنه مرة ثانية ووجدته بين الجمع ساعته على النهوض وغادرنا المكان بسرعة لأننا كنا نشعر بالخوف من إمكانية انفجار الشاحنة لقد أدركنا مباشرة أن ما يقع هو هجوم إرهابي لم نعرف في وصول فرق الإنقاذ لأن طاقم إنقاذ نقلنا من مكان الهجوم إلى فندق قريب مباشرة وتلقينا العلاج هناك تلقى جوسيبلا غاراسا علاجا تضمن خمسان وعشرين غرزة في وجهه رغم ذلك يرى نجاته من الهجوم بمثابة معجزة ترجمة نانسي قنقر